اشتركوا في القناة 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 نصائح نهارنا ونحن جميليين او متوازنين السلام الداخلي لا السلام الداخلي هو نفسه الجمال الداخلي هو الجمال الداخلي السلام الداخلي هم شي هو السلام الداخلي إذا ما إنسان ما عنده لفسه سلام داخلي ستكون حرب خارجية أيضاً مع الناس مع الناس اللي معها peuvent معal magnesium Jeff Sev mid-light حتى الجو ليس شيئاً يقول لك «حار», الجو فيه شوية برودة يقول لك بارد ولذلك يلعن السر الإنسان يلعن الظهر يلعن الجو يلعن الطريق يلعن البشر وهذا ما بينفعله فأول شيء الإنسان لما يستيقظ في الصباح يستيقظ ويقول الحمد لله ويقول هذا يوم جديد يعني أنا سيكون يوم جميل في حياتي ويكون يوم رائع في حياتي ويوم ممتاز ويحاول يطرد الأفكار السلبية لأنه لما يستيقظ الإنسان ممكن إذا استيقظ أهداء نعم وهذه مهمة جدا إذا نم معكر سيقوم معكر أشد تعكير لأن الإنسان لما ينام وهو معكر المزاج العقله وهو نايم يفكر بس في الأمر في التعكير هذا فلما يقوم يقوم يعني مليان تعكير ولذلك قبل ما ينام لابد أن يصفي نفسه يصفي قلبه يصفي تجاه الآخرين يصفي عقله تجاه الآخرين يسامح نفسه يسامح الناس الآخرين حوله من أي شخص يعني آذاك حاول تسامحه ولينا التسامح هذا مهم جدا ليه لأنه هذا ينفعك أنت أولا لأن الإنسان الغير متسامح يحمل أحقاد في قلبه ويحمل نظرة سيئة على الآخرين شو يحصل له القلب التاعه سيشتغل شغل عظيم جدا وعقله يكون متوتر دائما والهرمونات في جسمه سيئة تبدأ تنتج وتقوى ويأثر على صحة الجسمية صحة النفسية صحة الروحية وعلى نومه ولذلك إذا نام في الصباح يحس بنفسه متعام جدا كأنه ما نام بده يرجع ينام صحيح لأنه هو هون ما نام كويس ولذلك لما ينام الإنسان يستسلم لإرادة الله قد يموت وقد يعيش فلذلك يطهر نفسه من كل الأمور السيئة والأفكار السلبية وإذا استيقظ في الصباح يحمد الله سبحانه وتعالى لأنه استيقظ حيا وإتس نيو داي فور مي إسبايت يعني بغض النظر عن المشاكل الموجودة فيحاول ينظر لها كأنها نظرة إيجابية ليه لأنه كما ذكرنا من ليس له عنده مشكلة فليس هو بحي وبعض الحكم يقولوا كل شخص صار يعني ماستر سناء صار إنسان قياذي وصار إنسان عنده مكان في المجتمع وعنده نجاحات هو كان أزمة في حياته كان متأزم ومن ثم لم يعتبر هذه الأزمة في حياته تشده إلى الأرض وتمنعه من التطور بل العكس نظر إليها كأنها دروس وكأنها تجارب تدفعه نحو الأمام وإذا استيقظ الإنسان في الصباح وطلع يعني يحاول حتى وكان نم تعبان وكما ذكرت يعني أيش قلت الكلمة كركاب في حاول يتصنع الامتسامة ليه لأنك انت مع عقلك كأنك تخدعه بالفعل العقل الإنسان لا وعيد خدعه إذا مثلا إنسان كان فعلا وذية وعنده أفكار سيئة وعنده مشاكل حصلت معه يحاول يبتسم رغم الشدائد ولما تبتسم سبحان الله جسمك يستجيب لهذا الامتسام نفسك أصلاً والأهلك والنس اللي حولك بس لما بتقول إنه خلينا نظاهر بالابتسام أو نخدع حالنا ونبتسم مرات الإنسان بيكون عنده هموم يعني فعلاً صعبة جداً جداً إنه حتى الابتسامة مرات بتطلع ممن القلب أو ما بتطلع ما فيك تبتسم خاص إذا يعني بسبب الظروف اللي عم نعيشها حالياً كلياتنا هلأ فتحس إنه فايت لأقصى النكدة يعني ما فينه يبتسم أو يتصنع الابتسام وما فيه جامل حاله حتى نعم شو الحال وشو تعمل شو بدك تعمل What's the worst going to happen Nothing What's the worst يعني ممكن لذلك دا حصل إنسان شخص مثلاً حصله جرح انكسر يده يفكر لو مات لو انكسرت رقبته لو الإنسان عمل accident تفكر لو هو مات في السيارة طب لو فكت رقبته شو بده يفكر بقى يفكر مثلاً ما زال حين على الأقل يعني مثلاً يعني فلذلك ينظر لما هو الأسوأ قد يقع فليحمد الله أنه فعلاً ما زال يعني هذا الأمر جيد بالنسبة له وهذا مهم جداً فالمقارنة والمناظرة بين ما وقع وبين ما قد يقع ما هو الأسوأ هو الإيمان بالله والقضاء والقضاء الإيمان بالله مهم جداً جداً حل لكل الأمور ولذلك قد تجتهد أنت تعمل ما باستطاعتك فإذا حصل شيء تقول قدر الله وما شاء أفعل وهذا يفتح لك مجال كبير جداً تفاعل مجال كبير جداً للاعتماد الإجابي بعدما في شغلة لاحظت دكتور أنه الابتسامة والتفاؤل بيجي بالعدوى والاكتئاب والقلق والنكد بيجي بالعدوى يعني نحن لما منرافق ناس متفائلين بالله شعور منصير مثلهم لما منرافق ناس نقائين ونكدين بالله شعور منصير مثلهم أو شكايين خلينا نحذي بالمعنى الأصح فخلي ما بعرف كيف ممكن الواحد يبحث عن هدول الأصدقاء المتفائلين دائماً كمان وسط هاي الظروف نعم هو في الحكم العربية قلوا الصاحب وساحب صاحب ساحب صحيح ونفس الشيء الآن في الأمثال الأمريكية قل if you hang out hang up with ten broke people I guarantee you you will be number ten if you hang up with some يعني negative people nine you will be number ten with them ليه لأنه العدوى كما ذكرتي العدوى لابتسامة تعدو والنكد يعدو أيضاً يعدي أقصد يعدي ولذلك لابتسام مهم جداً حتى العلماء يقولوا بأنه الأطفال ما يكونوا صغار بيضحكوا بيضحكوا بس عملوا هيك حركة وبيضحكوا بيضحك فرفيش دائما وهذه أحلى أحلى أعمار الأولاد ما يكونوا صغار بتضحك معهم مثل الأخ طاها ووضع صورة بنته هي على الكمبيوتر مبتسمة قلت له that's what makes you مبتسم هذا اللي يساعدك لابتسم قال لي صح صحيح لما تنظر الوضع مبتسم يعدوك يعديك لهيك الأطفال بيجددوا الحياة بالأطفال يجدوا والطفل هو صغير يبتسم ويضحك ممكن أربعمية مرة في اليوم حبيبي أو لما بنكبر تصير المشاكل نحن نخلق المشاكل بايدو وعي المشاكل موجودة الدنيا هي نفسها لكن نحن نصير يبتسم الإنسان 14 مرة وبعض الناس ما بتبتسم قلوا شو نبتسم على الوضع المزري هذا أو كي يقتل نفسك أو الله يجي شو في كمان بالشام بيقولك الله يعطينا خير هالضحك إنه لازم يبشروا بالنكد قبل ما يجي وهذا خطأ جدا خطأ كبير في حياة الإنسان لأنه هذا يأثر عليك نفسيا شخص كشخص ويأثر على البقية ويذكروا أن الأبتسامة الإنسان لما يصير مكتئب وعبوس لذلك حتى الإسم عباس ما يعني عباس من العبوس يعني لما يعبس الإنسان العبوس هذا يشغل كل عضلة الوجه وهي أكثر من 80 عضلة يشغلها كل وهذا يساعد تلبيا على كثرة التجاعد في الإنسان أنا أذكر وجد شاب في الأهل يعني دائما هو يعمل رياضة وكاراتي كونكفو ودائما ينظر كأنه يعني جدي فسبحان الله التجاعد في جبهته هو عمره 15-16 سنة كلها صارت تجاعد صحيح ليه لأنه دائما يشد عضلاته حتى بين الحاجي بين السر ويذلك كثير من الناس تجده هو صغير في السن وهو مجاعد وشه وتعمل للسورجري ولا ما بتعمل ستعود بعدين لأنك البروسيس أنت دائما تعملها لكن لما لتبتسم بس مجموعة من العضلات يعني تتحرك في جسمك فلا تؤثر على إقامة التجاعد أو خلقة تجاعد الجسم نعم تؤخي الشيء anti-aging ومن ثم بعد الاستيقاظ ونحن مليئين بالسعادة ومن ثم نحافظ على ابتسامة أو نصطنعها ونخدع حالنا أنه لو ما كنا جعلنا نبتسام لازم نبتسام لكن إذا كان إنسان متعب يحاولي كما ذكرنا يصنعها يصنعها إذا صنعتها ستكون عادة بعدين حتى وأنت في حالة حزن عفكرة دكتور بدي أحكي شغلي خاصة بعد ما صرنا نعود مع بعض ونحكي فجوزي مرات بيفوت عابس على البيت فعلا بينقل لي هبقل له ابتسام إنه فوت مبتسام بعدين نكت حالك يا أخي لا 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 ما بيبتسام أقول أنت بتسمي له ما تقول له ابتسام يعني واحد فاية قلب خلق تشمدك تبتسم بشو لما تبتسميه هو بخمسين بالمئة من السلبية تعود بتروح تقلصنعي يا دكتور صحيح فتعملها ما تقول ابتسم ويقول ابتسم على إيش على الوضع الموجود فيزيد ممكن لكن بدون ما تطلب منه ما تأمروا بالابتسام بس ابتسم صحيح وانت ذكرت مسألة الابتسام أنها معدية وهو نفس الشي اللي النكد معدي إذا إنسان طلع أو في البيت يسلم على الآخرين والسلام والتحية is very important لكن بتحيي الناس بابتسامة أيضا ما تحييهم بنكد ما تحييهم بعبوس البوجه العبوس ما بتنفع أوكي مثل ما بتقول انت لعنا مرحبا مليك بالفرع ما شاء الله عنك وإحيانا أنا أكون كنت تعبان لكن تحاول لوجه تعبانا مجربها من نفسي وتطلع مع ناس فعلا هما وجوههم تنعكس مثل ما أنت عليه فعلا تأخذ you are getting what you give أنت تأخذ ما ستعطي إذا أعطيت شيء جيد سيأتيك إذا أعطيت شيء سيئ سيأتيك إذن نبدأ بالتحية والسلام التحية والسلام ومهمة جدا خاصة للمتروحة للبيت مثلا بعد الصباح طول اليوم طول اليوم يعني تدخل المكان تسلم على الناس وبعدين full of energy حاول يعني حتى تكون ممتعب أوكي امتعب وإنقاذ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سواء ما أيضا ما أيضا كم يعطيك كم يعطيك ما أيضا أي أيضا ولكن يجب أن تسلم ذلك مع الهدفة نظر الأمركيان عندهم عادة أخذ العائل يرى أي شخص يتسمون للكل و يسلمون على الكل و هذه مهمة جداً من المرتاحين أكثر من نينا مهمة جداً لأنك لما تلتقي بالناس وتسلم عليهم و يبتسم معك شخص يسامم كويسة و يتكلم معك كلمة حلوة فهذا حتى لو كنت مضغوط تنزل ضغوطك متوتر يخفض توترك و لذلك في الدين الإسلامي مثلا نبسا يقول سلم على من عرفته و من لم تعرف و من على ما تسعى أن يكون السلام بالمعرفة وهذا سيء يعني ما تسلم أنت إلا على حتى بعدين في مسألة السلام نقوله هون ما يفهموها لكن بالإنجليزي peace with you Be with you it's okay, that's a great greeting It's the greeting of Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Jesus All of them هذه تحية الأنبياء كل ومن ثم وبعدين وأنت مثلا في الأسرة أو في العمل أو جيتي مثلا للشغل و عندك زميلة معينة و بدها تحكي لك أمور معينة حاول تستمع قدر يكون إنسان مهموم خصنا النساء إذا عندها تستمع لها شوية فسترتاح ما شاء الله عليها لكن لما تنظر لشخص وتجده مثلا وهو مهموم قال له الناس كل عندها همومة كما قلنا يعني خصنا الظروف هذه لكن لما تنظر ليه هو مهموم تنظر إليه بابتسامة واذكر شيء جميل عنده الآن وقل له ما شاء الله يقول له great أنت رائع اليوم بابتسامة هذه وتقول له tell me about your day وتخليه يحرك من السلب للإيجاب حتى إذا بدي تكلمك عن الأمور السلبية تخليه بيحكي استمع إليه وهدي مهم جدا فن الاستماع فن الاستماع مهم فن الاستماع فن فن هو فن لأنه كل الناس يحب يتكلم وبده أحد يسمع له وبده أحد يسمع له لك ويحترمه ويقدره ولذلك أهم وسيلة اللي يكسب تقدير الناس هي الاستماع لهم وروح يستمع إلى الناس أسأليهم كيف حالك كيف يومك كيف شغلك كيف كذا ويبدأ يحكيك لذا بدأ يحكيك وخليه أنت press on the hot button النقاط الأساسية اللي ممكن تثيره إيجابياً أو حتى سلبياً يتخلص منها تخلصوا منها فيحس بأنك فعلاً تقدره وفعلاً تحترمه بعدين سيستمع إليك وهذه يستعملها الآن ليس فقط في العلاقات في إقامة العلاقات الناجحة سواء مع الزوجة مع الأولاد لأننا مثلاً مع الأولاد الآن إحنا كثير من الحالات خاصة في ثقافتنا العربية دائماً للوالد يعطي أوامر ويعطي أوامر للزوجة ويعطي أوامر للأولاد ويعطي أوامر للأولاد وما بيستمع لأحد وهذا ما بينفع ولذلك الأولاد خصوصاً لما يصلوا للسن يعني المراهقة They are different They don't want to talk to you They don't want to listen to you يعني never give a long speech to them يعني أهم وسيلة مع الأولاد خصوصاً في هذا السن أنك تستمع لهم تسأله سؤال وما تكتر الأسئلة كأنك يعني بوليس تعمله Question and answer No لازم تسأله وتخليه يجيب وتستمع له تستمع له هموم وتستمع له مشاعر وتستمع له حاسيس وكيف بدك توجهه بعمر المراهقة وتوجهه في هذا القبيل من خلال السؤال وتخليه يحكي عن مشاعره يفرغ وبعدين Appreciate what he is doing the good things يعني ما تكون قاضي عليه تسأله من أجل تكون قاضي تحكم عليه بالخطأ أو بالخطيئة يعني لكن العكس تركز على الأمور الإيجابية عند حياة وهذه مع أي شخص خاصة مع الأولاد لما تركزه تقول له يعني ممكن نعمل أمور مشاكل لكن نعمل شيء كويس تقول له ما شاء الله أنت ممتاز اليوم يعني نظرت بيتك رتبت غرفتك قمت بكير مشيت للمدرسة يعني عملت قرأت كتاب عملت رياضة جيت المهم تذكر شيء جميل قولك thank you thank you for noticing that thank you for complimenting me يعني يعني فعلي يحسوا وبده يشعر جيد صحيح وحتى له أي ولد يعني خاصة في السين المراقبة هناك إشكال عندنا أنا عندي ولد في المراقبة I know في جنة وفي الصغير لذلك الصغير ويضحكوا دائما هذه أحسن سن لما يبدأ يكبر يقولوا يكبر همهم معهم وما هو الهم ليكبر معهم نحن كلنا كنا في نفس السين لكن نسينا نسينا أن كنا مشاقبين نسينا كنا نعمل مشاكل لأباءنا وبدنا نحكم على الأولاد بعقولنا لأن الأولاد في هذا السن بتعرف لأنه منحب أنه ما يغلطوا أو يوقعوا بنفس الغلطات اللي نحن غلطناها مشا ما يتبعوا التمن سيقا سيقا هو حيتربى من أغلاطه كله حيتربى من أخطاعه وبعدين هو ما يؤمن بهذا يعني لأنه فيه أمرين غير محمودين أولا العناية الزائدة والخوف الزائد تعني كثير كثير بالولد وتخاف عليه أكثر وهذه كلاهما تكون وسطية تكون جيدة خصا في السن هذا فعلا لما يدرس فيه واحد كتاب دكتور مصطفى بسال ممتاز جدا المراهقون المزعجون جميل بالعربية جدا حتى الدكتور جونغري عنده وممتاز جدا وممتاز جدا يعني خصا للآباء والأمهات اللي عندهم أولادهم مراهقين ومراهقات البنت ما بدها تواصل مع أمها أبدا والولد ما بده مع أبو ولا مع أحد هو عالم آخر يعيش في عالم آخر وهذه مرحلة من مراحل في حياة الولد الأنفصال عن الأسرة والارتباط بالصحبة يعني هي مرحلة بس مرحلة في حياته بعدين يصير عنده ماتوريتي يصير عنده يعني مع البلوغ ومع الرشد يصير أحسن ويفهم الأمور نعم ومن ثم فهل قلنا الاستماع مهم جدا لتكون يعني متكلما حتى تكون متكلما جيدا لابد تكون مستمجا تعرف حتى الاستماع مرات لما بنسمع مشاكل العالم فعلا بتصير ثقافتنا الاجتماعية كبيرة جدا يعني هلأ مرات أنا بكون بحكم شغلي بالشام كنت متخصصة بالشأن الاجتماعي فلما هلأ بواجه أي مشكلة ضغري برجع لوراء من الناس اللي تعرفت عليهم وشفتهم والواقع اللي عشته أثرت أنا لو ما أخذت نفس التجربة من خلال تعرفي على مشاكل العالم عملت حماية لحالي بطريقة معينة نعم وهذا الشي ذكرتني أنت بشي آخر الناس حيانا خاصة للشخص مثلا اللي يتعامل مع الناس كمعالج أو مساعد لهم تحصل في البداية أنا مع الناس اللي ما يجي شخص يحكي لي مشكلته ما كنت يعني بس اتلقى المشكلة بعاطفة أعيش المشكلة وهذا يفسد عليها يومي يفسد عليها أسبوع صحيح بتتأثر وهذا خطر لكن بعدين تعلم تقنيات معينة إنسان ما يمتص مشاكل الناس يحكي وخلي نفسك أنت بينك وبينه بارير حائب موقف حيادي وتخلي حاجز عن الطاقة السلبية حتى ما تأتيك فهي اللي ما يحكي لك فأنت المشاكل هذه يعني في نفسيين خليها تروح مكان بعد آخر يعني ما تأتي عندك لكن لو تعيش عاطفيا مع مشاكل الشخص الآخر ما تستطيع تحلو مشكلته أصلا أنت تكون في مشكلة وتصير ما تنهم في اللي اللي يتفكر في المشكلة وخصة الناس الحساسين الناس اللي عندهم الجانب الحسي قوي فلما يسمع مشاكل أنا أذكر الوالدة يعني حتى الآن ما نخلي أحد يحكي لها مشكلة إذا حكيت لها مشكلة خلاص تصير تفكر في الشخص هدك وكل يوم تفكر في الشخص حتى شخص بعيد ما بتعرفه مسكين وحصل له كده يتبنى المشكلة وتحس نفس الأحاسيس وتعيش في الهم اللي الشخصاتك ممكن ما هو عايش فيه وهذا خطر فلذلك نحاول كيف لما الناس تحكو معنا نحاول نساعدهم تكون اجتماعي فما تمتص مشاكل الآخرين حاول تتفهمهم وحاول تعينهم كيف يخرجوا من الورطة هذه من الأزمة النفسية هذه بدون ما تأخذها أنت لنفسك وتعيش في نفس المشكلة نعم وخصا هنا أيضا في الاستماع للناس يقولوا الله خلق لنا يعني لسان واحد وأذنان هذا واضح يعني كلير يعني لنسمع أكثر نسمع أكثر إنما جعلك لسان واحد وأذنان لتسمع أكثر مما تتكلم وبعدين حتى ما تتكلم الاستماع ممكن تستمع وجعلكم السمعة والأبصارة والأفذة السمعة أهم حاسة لما يولد الولد أهم حاسة تبدأ تشتغل هي الاستماع ما هو البصر وما هو القلب يعني ما هو قصد تفكير السمع إن السمعة والبصر والفؤاد وجعلكم السمع وأبصار وأفذة لذلك الولد لما يولد أهم حاسة هي السمع والبصر ما يشوف ما ينظر إذن يقول لك الولد في البداية في الأيام الأولى ما يراك لازم تقرب إليه بعد أسبوع ممكن يصير يرى أمور معينة وتكتمل قوة الرؤية عندك فالاستماع إذن مهم جدا يتعلم الإنسان وما عندك يعني تقييد عليه أنت بتستمع لكن الكلام عندك قوة بعدين كتر الكلام ممكن يؤعنا بأخطاء ويقلل الهيبة كتر الكلام بيقلل الهيبة مرات إذا ما كان بمكانه مؤسمنا بس نعبي كلام لذلك تحتاج تقييد يعني تفكر ماذا تتكلم قبل أن تتكلم ومن كثر لغطه كثر غلطه صحيح ليه يكثر كلامه ويتكلم يتكلم 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 يقول ليه ما بيوزن الكلام وإذاك الإنسان يزين كلامه قبل أن ينطق لأنه قدر تكون كلمة واحدة تخرب البيوت صحيح كلمة واحدة تخرب البيوت خاصة بين الأسر وخاصة لما يجلسوا ناس ويحكوا وبدوا يفضفتوا خاصة الأخوات والنساء يعني يتكلموا أكثر من الرجال فصيروا يحكوا ممكن كلمة واحدة تخرب علاقة بين زوجين تخرب علاقة بين أسر فلذلك يقولوا بأن العقول الكبيرة تناقش الأفكار لم تجلس ناقص الأفكار الأفكار الجيدة كيف تستفيد منها وكيف تفيد الآخرين المتوسطة تناقش الأحداث وقع كذا وقع كذا وقع لكن العقول لي ما عندها قيمة نقش الأشخاص فلان وفلان 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 وهذه يوسف قصة يوسف عليه السلام ما حصل بينه وبين امرأة العزيز في مصر شو حصل النسوان كل في مصر سميعوا بالقصة كل النسوان شو حصل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إننا لا نراها من المخطئين خاطئة أو تعبانة وبدأوا حكموا عليها في نفس الوقت وجمعوا وجلسوا وهي لما وجدتهم هيك أعوذ بالله من الظلام وجلسات النسوان لأنه فعلا لأنه إذا حطوا حتى في بالهم وبعدين هي تنتقم منهم جابتهم شوف القصة قصة طويلة من أجل أمر واحد يعني كلمة طلعت ممكن من امرأة في القصر وصارت في مصر كلها تسمع بالقصة هذه وإذا يكون موجود نيوز ماجازين خاصة بالأمور هذه سكندلز ويتكلموا على مشاكل الناس شو مشكلتك مع شخص وشخصة وفلانة وفلان والناس تشغل أوقاتها والوقتك يعني من ذهب يعني وقتك هو الحياة إذا ذهب بعضه ذهب بعضك صحيح فليش الإنسان ينفق وقته في أمور لا تنفع بل تضر مشكلة دكتور كمان كل حدا عنده مشاكل أدراسه يعني أنه لو كل حدا ملتهي بحاله بيريح وبيرتاح ما في داعي أكيد أكيد نعم بعد ما نستمع جيداً خاطب الناس بأسمائه يعني وأنت تستمع للناس فأهم شي عند الشخص مثل أنه لما جي أحكي معك دارين كيف حالك دارين كيف حالك هبة كيف حالك طاها كيف حالك محمد وتحكي له باسمه أهم شيء وأحب شيء للإنسان هو اسمه صحيح لما تقول له بكل الأماكن تقول له أنا نسيت اسمك نسيت اسمك شو اسمك وتلتقيت به ممكن قبل ساعة أو قبل ساعة أحياناً يحصل الإنسان يعني ممكن تكون ساهي في أموه وإذاك يجب تباية تنشن لما تجلس مع الشخص أحياناً تربط تربط اسمه خاصة شخص مثلاً مهم وعندك علاقة معه ما بدك يتفقده يعني تربط اسمه باسم آخر والله برابطة معينة شيء ما معين فيبقى في الذهن أذكر أنا مرة مشيت على افتح شركة وفي زحمة كثيرة من الناس وفي مشاكل يعني لازم تصبر المرأة المسؤولة هناك التقيت بها ممكن منذ ست شهر واسمها مثلاً فلانا مباشرة احفظت اسمها وربطته باسم الوالدة شو اسمك؟ اسمها ربطته باسم الوالدة شو اسمه؟ كانت اسمها سعاد فربطتها باسم أم الزوجة يعني والد الزوجة فمباشرة ما نسيتها فلما رجعت بعد فترة أنا فكرت واحدة أميركية لأنه هناك في البلد وهنا تستعملها أيضاً استعملها هناك مع ناس أخرين يعني واحدة اسمها مشي لها كريس أربطت بك جيزيز كرايس يعني قتلها اسم كأنه اسم رجل اسم النبي فربطتها لما تحكي معها بالاسم لدي yönجل اسمها واو، تبقى بذالك لي كونها شعورتك هناك مذحة بعدين. عيب انت ما عندك ما تقدرني ولا تحترم ما فيش احترام وفيش تقدير. بس طعف دكتور مرات من كمان كتر المشاكل واحد بطل يقدر بيركز بيصير مشتت اهي هذا مسألة التركيزة يمكن يمكن من هيك مرات نخبل عن بعض الاسماء. حيان تغفل عن اسمك اي والله. حيان تغفل اسم اولادك لان الانسان لما يكون ذهن ومشغول جدا stressed out تنسى امور كثيرة اساسية في حياك تنسها لان المخ مركز على امور اخرى فتتحاول ترغمه على تركيز على هاد الامر ولذلك تخفيف عن العقل وتطهيره من المشاكل مهم جدا ثم اذا الانسان يخاطب الناس باسماءها هاد مهم جدا يعامل كل شخص وكأنه اهم شخص في الدنيا. يعطيه وقته يعطيه وقته وفعلا انت جلسة مع الشخص ويحكي معاك وانتي تحكي معاه وبيستمع ويتجاوب معاك لينا الكلام بس يا دكتور في مشكلة انه في حوالينا كتير ناس مريضين يعني انت اذا بدك تحسسه انه هو اهم شخص بالوجود يعني بده يشوف في ناس هيك وهي منقصة والناس هادو اللي شو بدك فيهم انتي ماهنا بجوز يكونوا حواليك اذا كانوا حواليك تبدي لا لا هو كل انسان سمح لي كل انسان يعني مرات في ناس الماء لهم ايمي نهائيا بتجي انت بتهتم فيهم بفكروا حالهم صاروا شي شغلة كبيرة ببلشوا بقى يمارسوا معك هالعقد بقى يطبقوا عقدة عليك بقى هاي كيف بدنا نحلة فانتي لازم تكون حكيمة يعني الشخص اذا عنده عقد بدي يحطها عليك خليها وقت تروح عليه وليش تخلطونت كثير مزبوط يعني تبقى معاه فيما هو ضروري او محتاج اليه يعني ولذاك النفس الانسانية كل نفس انسانية كلها نشترك فيها يعني نقدر الشخص اللي قدر منك تحترم الشخص اللي يحترم فمهم جدا انت عامل مع هذا مع كل الناس وهذا بفعل يكون عنده مرضودية ايجابية جدا على الحياة نعم المجاملة مهمة جدا كن البادئ بالمجاملة مع الناس يعني المجاملة ايه تذكر للناس ما فيهم من امور طيبة ما فيهم من امور جميلة ما فيهم من امور حسنة وهذه ترفع من مستوى طاقته والعكس لما تنتقد اخطر شي هو النقد فعلا والناس اللي بتنتقد هؤداء الناس مرضى اذا كان النقد يعني سلبي وغير بالناس سلبي هو النقد لما نحكي النقد السلبي وفي ناس دكتور عندهم بيحاول يسبت وجودهم من خلال اخطاء الاخرين او انتقادهم للاخرين هادو الناس ميتل ايه يقول لك واحد مثلا احنا مدينة وفي اعلى عمارة في المدينة هو حتى وعمارته قصيرة عمارته ممكن خمسين طبق العمارة الاخرى سبعين طبق هو حتى يثبت انه عمارته اعلى يروح يدمر العمارة الاخرى هذا الشغل بيشتغل هؤلاء الناس او يطلع اخطاء يطلع اخطاء في الناس الاخرين حتى يبرز انه هو اعلى ولذلك الناس الحكماء يقول لك حتى يرى الامور البعيدة ويرى اعلى ارتقيت على اكتاف الاخرين حتى رأيت ما اريد ان ارى يعني بمساعدة الاخرين استطعت ان ترى ما لم تستطع من قبل وهذا الانسان كيف تستفيد من الجهود الاخرى لانه مهم جدا الانسان دائما يبني على ما هو موجود اما بدك في اي شيء بدك تشجئ جديد تبدأ طريق جديد مستحيل يعني اعمل بشيء مجرب وموجود وسيفيد الناس مثل واحد طباخ انت بدك طباخ تقول انا خلاص بدك اعملي طباخ خاص بيا وتروح تعملك البهارات من كل شكل وتخلط وتخلط وبدك تعمل طبخة اجمل منها ما فيه شو يكون تكون ممكن طبخة يعني لا يؤكل اصلا لكن موجود الناس شاف ووعدين كوك they have all their receipts recipe and you could use them تقدر تستعملهم وتبني عليهم نعم لكن تبدأ من جديد كل شيء من جديد قد لا توفق نعم نعم ومن ثم دون تواريخ المناسبات اي هدف اصلاك اعياد ميلاد وما شابه وما شابه مثلا هذه يعملوها خصة في مثلا الناس في ال connection في البزنس مثلا في التجار والشركات يحتفظ مثلا بمناسبة شخص مثلا زواجه مثلا ميلاد ابنه الاكبر مثلا نعم ميلاده مثلا ويتصر عليه يقولوا today it's your يعني universal ممتاز الله يجعلها عليك دائما سعادة وهناء وكذا فالشخص الآخر ممكن هو ناسي صحيح يقول واو هذا الشخص فعلا مهتم فيه مثل ما تذكر اسمه تذكر مناسبة معينة في حياته مهمة جدا فهذا يخليه دائما فعلا مرتبط بيك وانك فعلا انت مهتم فيه وهذا من تقنيات او من فنون التواصل الفعال مع الناس يعني حتى حيانا في الاسرة الزوج والزوجة وخصا الزوجات بيغضبنا كثير الامر حالا وممكن هذا عيد الزواج هو ناسيه يعني الرجال بيهتم بأمر واحد لما بيتزوجه بعد شهر شهرين اهم شيء في حياته هو الشغل هذا هو الشغل ما بقى يركز بشي تاني ما بقى يركز بشي تاني يقول خلاص حانا الأمور سويناها وتزوجنا وضا تسير صحيح أمننا خلاص شبكنا خلاص مشفوكة فيركز على الشغل والمرأة تجن جنونها كيف يعني فهي تظن أيضا أنه مصر بيهتم فيه هو العكس ومو مسألة ما يهتم لأنه يعتبر أنه مثلا تأمين الرزق وكذا والشغل هو على رأس أولوياته هو ده رأس الأولويات وبعدين ما بيرقز إلا على شي واحد وهو ذاك الأمر فتجي تقول له اليوم إيش هي تقصد يوم بس هو الله في رجال تتذكر دكتور فيه لكن ما هو كثير يعني والله فيه منيح هو جيد أنت ما بتتذكر شكلك حتى عم تبرر لا 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 بتذكر يعني كنت ما بتذكر وحاول أن نتعلم نتذكر لكن أقصد يعني حتى في إطار الأسرة إذا الإنسان ما بيتذكر يحاول يتذكر يكتبها على الموبايل على الموبايل سهلة ليه لأنها تؤثر كثير تؤثر كثير في العلاقة يتقول له شو اليوم؟ يقولها اليوم الخميس لا أنا ما أقصد هذا شو اليوم؟ التاريخ التاريخ اليوم مثلا 18 أحلى حدث بحياتك صار بهذا اليوم تتذكر؟ لا لا ما بتذكر أحلى مخلوقا ضمت لأسرتك ضمت إليك بهذا اليوم تتذكر ولا شايفة كلها بيكون هو ممكن غير الصورة الآن عاد صورة أحلى يعني وهذا المشكلة لما الإنسان ينظر ممكن لما تكلم معه في تلك الحالة ممكن كان وضع شوية شوية هو زعفة زعلانة عليه وهو صار زعلان ما يصير يفكر أنه أحلى يوم يعني مزبوط وهذا هو الإنسان كما قلنا العقل مصدر النكد نضمن لك بهذا اليوم تتذكر؟ ساعتها بيتذكر ممكن يتذكر مثلا وهي هذا الإشكال لذلك مهم جدا إنسان يتذكر مثل هذه التواريخ نعم ويحاول كما يقال يفاجأ الشخص الذي يحبه ليحترمه ليقدره بشيء إنسار في حياته من غير أن يطلب خاصة في العلاقات تهاد و تحاب تهاد و تحاب وكثير من الناس يظن الهدية بس تهدري الفقراء لا؟ أو صدق الفقراء المثال يقول لك أنا غنية و أحب الهدية أهام غني بيحب الهدية والهدية ليست معناها تكون شيء غالي جدا لم يهم تتذكرني صحيح ممكن كتاب ممكن بطاقة كلمة حلوة أهام يعني كثير من الناس الآن بس يعملوا بطاقات و يوزها على الناس اللي بيحبها بس فيها جملة جميلة بروفر بيها مثلا حكمة عندما يقرأ يقول واه هذا يحتاجها الآن بس كلمة واحدة قدر سبحان الله الإنسان تشهد فيه طاقة رهيبة جدا كلمة ولذلك الكلمة لها طاقة جدا كبيرة و مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتة و فرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها الكلمة الطيبة لها جذور ولها فروع ولها ثمار لا يعني تنحصر في شخص واحد ثمارها يستفيد منها بل مثل الشجرة الشجرة فيها ثمار كثيرة يكون منها الطير يكون منها الحشرات يكون منها لما تسقط حشرات الأرض البشر يعني كل الناس تستفيد منها الكلمة مهمة جدا وتنتقيها وتختارها كانوا كما يقول الناس الصالحين والناس الحكماء ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أحدكم أطايب الثمار ونت جلس مثلا في حفلة أو جلس جايب لك ناس في دعوة ودي تنفاكي هذا عنب وهذا تفاح وهذا برتقال وهذا إجاز وهذا مانغا وهذا تروبري فهو ينتقي يعني ما يكون مما يليه سينتقي ينتقي ما هو أحلى وما يناسبه فذلك الإنسان ينتقي الكلام وينطق بالكلام ليناسب الآخرين أيضا وشؤسة الضم أيوة هذه حكينا من قبل في مسألة خصوصا بين الأسرة مثلا بين الزوج وزوجته بين الأب وأبنائه أو الأم الأم مع الأب مع الأم مع الأخت يقولوا بأن فيرجينيا الساتر هذه يعني هذه نمذجها دكتور باندلر في البرمجة العصبية نمذجها يعني هي مواضلها أوكي فخصه في الجانب الأسرة وجانب تخليص الناس من مشاكلها من نفسية وغيرها نعم فهي تقول نحن بحاجة إلى أربع ضمات مملوئة بالحب للبقاء أوكي أربع ضمات باليوم؟ باليوم أوكي مو شرط من نفس الشخص يعني ممكن مرة من جوزك مرة من مرتك مرة من ابنك المهم أربع ضمات سادئين وثمانية لصيانة كيان الأسرة آه أربع للبقاء والبقاء للحياة هذا كل اليوم بدنا نقضي ضم لأنه عندك 12 وحدة للنجاح بالحياة صارت 28 و 12 يعني تجمعهم 24 ضمة باليوم يعني أربع وثمانية صارت 12 حتى تحافظ على حياتك أربع هل أعبئلك أربع للحب أربع ضمات للبقاء هاي أربع وثمانية لصيانة كيان الأسرة ويدش دمعوا وقص خلاصة وعندك 12 ضم للنجاح في الحياة يعني 12 وثمانية هاي عشرين لا لا مو وأربع قبلن 24 وعشرين ونحنا ما مشوا ببعضنا غير بآخر النهار لا الأقص يعني إذا كان الأربع أو الثمانية البقاء أربع إذا زيت عليها صارت ثمانية مثلا تكون يعني ساعات الأسرة وإلا تدي هاي وهذه مهمة جدا مهمة جدا مع الأهل مع الزوجة مع الزوج مع الأولاد مع الأم فعلا حتى بيقولوا أنه بتفرغ الطاقة السلبية مع الأصحاب يعني حتى في ثقافتنا مثلا نحن في الثقافة العربية وثقافة تمدها الإسلام أنه الإنسان يدي العلاقة صاحبه يعانقه وهي المعانقة هي ضم صاحبه وهذه مهمة جدا فلما تضم جسد لجسد فيعطي طاقة إيجابية ويقضي على الشعور ويقضي على الشعور السيبي هو أساسا بيحسك بالأمان والأمان والترابط نعم نعم وخصوصا عند المرأة عند بين المرأة والرجل المرأة يعني الزوج أقل شي أقل شي يعديها أربع ضمات في اليوم أو خمسة أو ستة مهمة جدا فعلا لأن صاروا معدودين صاروا معدودين الآن لكن it's good to do it لكن ما تعملها يعني من باب أوكي just take it يعني هلا قدش بتنصح كم ضمي بنهار والله بحسب هو العلماء يقول بيت أربعة مهمة جدا أنا كنت عملت تجربة مع أحد الشباب هو مسكين متزوج وعنده مشاكل مع زوجته ما بيعرف هيك الأمر لما يروح للبيت بس البيت وطالع وداخل وطالع فنصحت بهذا الأمر فقط أنه يستمع لزوجته لما يدخل البيت يسألها عن يومها وخليها تحكي معه عن وضع وهي تحكي له عن مشاكلها يعني بالطبع تحكي له عن الأرف وإيش الموجود كده وكده النكاد وإنكاد هو خلاص I understand that I'm sorry for that متأسف لمواقع كده 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 وما يحاول يحلل المشكل ويحاول يقول لها شو المشاكل كل يوم ما آتي البيت يعني وهم شاف يعني كثير أنت ما تأخذ المشاكل البرسونال لأنها هي بس تحكي الحكايات هذه وإذا استمعت إليها وبعدين تقول I'm sorry for that وبعدين تضمها ضمة خفيفة فهي تقول واو that's the هاشاء الله she understands me no ويفهمني الآن فهذا شيء جيد وهذا طاقة السلبية كلها تروح وتقول له مثلا أحبك وعلاقتكم تصير علاقة أمتن وأحلى وأفضل نعم نعم ومن ثم بعد الضمات السبب في التسام وأنت في الحياة كلها وانت ماشي سواء في البيت أو ودخلت على مكتب أو خرجت في الشارع حاول تكون السبب في ابتسامة شخص بعض الناس تحاول تبتسم معهم يعني ما بده لأنه أصل مليان وحنا في بعض الثقافات مثلا في بعض ثقافتنا العربية بعض الثول العربية لما تبتسم مع شخص الناس ما بتبتسم تروح للشارع الناس ما بتبتسم لما بتبتسم شيء غريب يعني وأحياني يقول لك شو تبتسم على شو فيه شيء خطأ فيه يعني لكن العكس لازم نعيد هذا الثقافة مثلا في الغرب الآن في أمري فالابتسامة مهمة جدا الناس تبتسم وتسلم عليك الابتسامة وهذا شيء يدفع يخليك تنفتح مع الآخرين ويخدموك وتخدمهم بطريقة إيجابية وطريقة فاعلة ثم سامح نفسك وسامح الآخرين وذكرناها في البداية التسامح فعلا التسامح مهم جدا وإذا سألت شيئا فأسأل بطريقة إيجابية أيضا من فضلك لو سمحت وإذا قدم لك أحد المعروف وإذا سمحت كأنه ملغية من قاموس كتير عالم منه كتير مهمة مهمة جدا وحتى مع الأولاد حتى مع الأولاد ما تعطيه بس الأوامر قلوا Would you do that please إما الأولاد عندهم خاصة لما يصلوا في السن المراهقة عندهم هذا النرف وعندهم أنه يثبت نفسه فلما تقدروا وتسألوا من فضلك Would you do that he will do it لكن ما تقولوا أعمل كده وأعمل كده تأمر عليه ما بدو إياه ما بدو إياه أقول لكم على كل أحوال دكتور وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم بدي أتشكرك على وجودك دائما معنا حقيقة المستمعين بيستنوا يوم الثلاثة الأربعة الماضية ما كنت معنا حضرتك الثلاثة الماضية ما كنت إجيت الأربعة فالعالم فكروا أنه اليوم الثلاثة ناطرين الدكتور بشير فشكرا كتير لتواجدك معنا دائما بدي أتشكر كن مستمعين وإن شاء الله بكرة رح نلتيئ الساعة عشرة بتوقيت شيكاغو متل العادة شكرا دكتور الله عافوا بارك الله إلى اللقاء السلام